بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم هو لماذا لا توجد مرجعيات دينية عند أهل السنة كما هي عند الشيعة وهذا السؤال المقدم من الأخ الصحفي الأردني بسام ناصر من صحيفة عربي 21 الألكترونية يسأل ويقول السلام عليكم تحياتي لك أستاذ أحمد وأرجو أن تكون بخير وعافية أعد تحقيقا صحفيا حول لماذا لا توجد مرجعيات دينية عند أهل السنة كما هي عند الشيعة وأود أخذ مشاركة مختصرة منك لتضمينها في التحقيق إن كان الأمر ميسورا لك ورغبت بذلك فهذه أسئلة مفتاحية حول الموضوع كيف تكونت المرجعيات الدينية عند الشيعة ولم يحدث الشيء ذاته في أوساط أهل السنة هل وجود المرجعيات خادم للدين أم معيق له ومؤطر لحركته وحضوره في المجتمعات مع بالغ الشكر والتقدير أنا أجبته أجبته عن السؤال الأول ولم أجبه عن السؤال الثاني وأقول هنا أيضا أضيف على ما أجبته به بأن المرجعيات هذه لا توجد في الدين بهذه الصورة وهي تعيق فعلا ويعني تحاول احتكار الدين وهذا الشيء ما موجود في الإسلام ولو بعض الأخوة استشهدوا بآية فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه آية نازلة بحق اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين أن يتأكدوا من نبوة نبي محمد بسؤال اليهود والنصارى عن ذلك وهي إذا كانت نستفيد من عند الاستفادة عامة فهي أهل العلم نرجع إلى العلماء في كل مكان ولكن بصورة مرجعية واحد هو يمثل الدين ويمثل كلمة الله في الأرض ويمثل الإسلام هذا ما موجود بالإسلام نجي على السؤال الأول كيف تكونت المرجعيات الدينية عند الشيعة ولم يحدث الشيء ذاته في أوساط أهل السنة قلت له المرجعية الدينية الشيعية تكونت تدريجيا عبر التاريخ لم تكن هكذا منذ البداية وشكلت امتدادا لنظرية الإمامة الإلهية التي كان يؤمن بها فريق من الشيعة وهم الشيعة الإمامية وكان ذلك الفريق في القرن الثاني والثالث والرابع صغيرا جدا فرقة من الفرق من سبعين فرقة أو من مجموعة الفرق ثم أصبح أكبر أكبر فريق مع مرور الزمن كما هو الآن يطلق بصورة عامة على الشيعة هذا الاسم وإلا حقيقة حتى الآن الشيعة ربما 70-80% لا يؤمنون بهذه النظريات ولكن هذه النظرية عموما تشكل امتدادا لسياسة الأئمة الحسينيين من أهل البيت وهي سياسة المعارضة السلمية وعدم الاندماج مع الدولة العباسية لا هم مع الدولة العباسية مثل وعادة السراطين أو مثل بقية الألماء ولا هم سوار معارضين مثل السادة الحسنيين اللي كانوا دائما رفعين راية الثورة على العباسيين ومن المعروف أن الشيعة الإمامية قد انقسموا في أواصة القرن الثاني الهجري يعني بعد نشوء نظرية الإمامة بضع عشرات من السنين إلى فريقين رئيسيين هما الإسماعيلية والموسوية وبينما وصل الإسماعيليون إلى السلطة كانوا حركة سرية ثورية أيضا بعد حوالي 150 سنة استطاعوا أقامة دولة لهم بعد أدت أجيال يعني من قادتهم ومن الأئمة السريين لهم وأقاموا الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا في نهاية القرن الثالث الهجري بينما ذلك وصلوا وصلوا للسلطة فأن الشيعة الموسوية وصلوا إلى طريق مسدود بوفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 الهجرة دون خلف مما أوقع شيعته في حيرة وانهيار لاش هذا الخط تقريبا وكان هذا الفريق أن ينقرض الموسوية وينتهي مع التاريخ وصل مثل مثل أدت فرق شعية أخرى انقرضت راحت لو لا قيام بعض الأشخاص والجهات الجهات أقصد بها يعني الدولة العباسية أو الدولة البوهية بافتراض وجود ولد له وجود ولد الإمام العسكري افترضوا قالوا أنه الإمام الثاني عشر وأكملوا القائمة ب12 واحد وقالوا أن هذا الإمام غائب وأيضا هو المهدي وسوف يخرج في المستقبل لأن الأرض قسطا وعدلا كما مليئ الظلما وجورا ركبوا الأحاديث على هذا الشخص ما موجود وأدى قولهم هذا إلى ولادة الفرق الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري ودعا بعض أصحاب العسكري النيابة الخاصة عن ذلك الإمام الغائب ولده يعني قالوا هو موجود ونحن رأيناه ونحن مكلاؤه ادعاة فارغة بدون أي دليل مو أربعة فقط 24 واحد ادعوا ذلك في تلك الأيام فيما يسمى بعصر الحيرة واستمر الحال لمدة 70 عاما ليها عصر الحيرة أو الغيبة الصغرى كما يسمونها وبعد ذلك انتشر بين شيعة الاثنى عشرية حديث رووه عن الإمام الثاني عشر الغائب اللي ما حد ما شايفه يأمر فيه بالرجوع إلى رواة حديث أهل البيت في المساعي الحادثة لأنه نظريه الإمامية كانت تقول بأنه الاجتهاد ممنوع وحرام ميجوز كل مسألة تجيكم ارجعوا بيها إلى الإمام هو يجعوه هو عد علم من الله تعالى فلما انقطعت الإمامة وانقطع لأئمة فصدر هذا الحديث أو اختلقوه بالحقيقة أنه ارجعوا إلى رواة حديثنا هذه الرواة الحديث اللي من الأئمة السابقين شوفوا شنو المسائل فيها فلذلك كان الشيعة في القدن الرابع يفتون على ظوء الأحاديث فقط وبنص الأحاديث يحذف الأسناد يحذف الكذا ويروء كل مسألة كل فتوى هي بنص الحديث يجيبوه ثم تطور علم الحديث لديهم إلى مرحلة الاجتهاد بعد 100 سنة تقريبا 150 سنة قالوا يعني هاي المسائل القديمة ما تكفي وإحنا أدنى مسائل حادثة جديدة فنحتاج أن نجتهد ففتحوا باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري على هاي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد مرتضى من أجل سد الحاجات المستجدة في الفقه في القرن الخامس الهجري وبالرغم من حدوث نوء من التعاون والتنسيق بين علماء الشيعة الاثنى عشرية الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد والحكام البويهيين والعباسيين حتى مع الخليفة القادر بالله العباسي وابنه القادر إلا أنهم ظلوا عموما بعيدين عن التبعية للسلطة مثل علماء السنة وهكذا نشأت لديهم قيادة علمائية مستقلة عبر التاريخ وتطورت هذه القيادة من مرحلة رواية الأحاديث إلى الاجتهاد إلى مرحلة الولاية وشبه الإمامة إلى مرحلة تشبه الإمامة الإلهية بالدعاء النيابة العامة عن الإمامة الثاني عشر الغائب إلى أن وصلت إلى الدعاءة الولاية العامة على الناس وهي المعروفة اليوم بولاية الفقه وهكذا شكلت المرجعية الدينية الشيعية امتداداً لروح نظرية الإمامة الإلهية المنسوبة لأهل البيت يعني في زمن أهل البيت كان يقولون الإمامة بالنص الآن ما يوجد أدنى إمامة بالنص ولكن يقولون بالنيابة العامة يعني كل فقه هو نائب الإمامة بالنيابة العامة ليس بالنيابة الخاصة أو بالتنسيس الخاص يعني نفس الشيء صارت نفس القضية وقد حفتها هالة واسعة من القدسية والإيمان بحصر الشرعية الدستورية والدينية في هذه المرجعية وفي المراجع كحكام شرعيين في مقابل الحكام والملوك الظالمين مغتصب السلطة الشرعية حتى لو كانوا شيعة مثل الصفوين والقاجرين وغيرهم ومع أن بعض علماء الشيعة أو كثيرا منهم انسجموا مع الدولة الصفوية والقاجرية في إيران وصاروا جزء من الجهاز إلا أنهم كانوا يملكون مفاتيح الشرعية ويضفونها على الحكام أو يسحبونها منهم عند الضرورة يعني هو في جهاز الحاكم ولكنه يعطي الشرعية للحاكم مثل الشيخ علي عبد العالي الكركي مع الشاه طهماز مثلا وهذا ما أهلهم لقيادة ثورات عديدة ضد الملوك الشيعة وإسقاطهم حتى مثل ما الملة الأخند الخراساني أسقط الشاه الإيراني أحمد في مطلع القرن العشرين ولا سيما أنهم مستقلون عن الملوك ولا يأخذون الرواتب المالية منهم وإنما يعتمدون على الأخماس والزكوات والأوقاف التي يقدمها الجمهور المؤمن المقلد لهم كل مرجع عنده مقلدين فالمقلدين ذول يعطوا أموال وبالتالي هو يكون قريب من عندهم وفي مقابل الحكام وإذا نظرنا إلى تاريخ المؤسسة الدينية السنية فإننا نرى افتقادها لشرعية الدينية في مقابل امتلاك الخلفاء والحكام وكل من يستولي على السلطة بأي وسيلة للشرعية السياسية والدينية أصنع علماء السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل هو الذي أضفى الشرعية الدينية على الحكام حتى الحكام العسكريين الذين يستولون على السلطة بالقوة وما كان يعتبر نفسه هو مصدر الشرعية واعتماد المشايخ السنة عموما مع استثناءات بسيطة ونادرة بالتاريخ على دعم الحكام المالي دائما رواتبهم فلوسهم من الدولة وهو ما جعلهم تابعين للسلطات في كل مكان وزمان واليوم شفت فتوى إلى أحد الشيوخ السعودية يقول الحاكم حتى لو شرب الخمر حتى لو زنا جهارا وأمام الناس وأمام الملأ لا يجوز انتقاده باسمه وبصورة خاصة إنما يقال الزنا حرام وشرب الخمر حرام لا لكي لا يؤلب الناس عليه ممنوع طبعا هذه الفتوى فقط في السعودية أما في البلاد الأخرى لا تحريض وتكفير وتفسيق وتضليل ومحاولات إسقاط الأنظمة أما في داخل السعودية فتوى خاصة لهم ولا سيما يعني هذا جعلهم تابعين للسلطات في كل مكان وزمان وأفقدهم الشرعية الشعبية صاروا الناس بعد ميثق بهم علماء وعاصلاطين تابعين للحاكم الظالم عندما الشعب ينفصل عن الحاكم والحاكم ينفصل عن الشعب والعلماء والمشايخ تابعين للحاكم فالشعب سوف يستهين بهم ولا سيما عند انحراف الحكام وممارستهم للظلم وتشريع العلماء السنة أو إقرارهم بجواز كون الحاكم ظالما وفاسقا مو مشكلة خليه كون ظالم فاسق وبعضهم قال حتى لو كان كافر لا يجوز خروج عليه بل ووجوب طاعته أيضا وحرمة الخروج عليه ولذلك لا يمكن للمؤسسة الدينية السنية التابعة للحكام والأحزاب أو الأشخاص أن تبني علاقات شعبية مثل المرجعية الدينية الشيعية وكل ما يمكنها القيام به أن تقود المعارضة السياسية أحيانا أو تنتج فتاوى في مسائل فقهية حادثة ولكنها لا تملك في الثقافة السنية القدرة على امتلاك أو احتكار الشرعية الدينية والسياسية كما تفعل المؤسسة الدينية الشيعية المعاصرة لقد تطور الفكر السياسي الشيعي الحديث إلى مرحلة جديدة هي القبول بالحكم الدستوري والديمقراطي وحظي هذا التطور الجذري التاريخي بقبول ودعم وتغطية المرجعية الدينية ولا يزال يرتبط معها ولكن يعني لا يزال يرتبط معها بوشائج معينة ولكن هذا التطور مؤهل لتجاوز المرجعية الدينية الشيعية وكسر احتكارها للشرعية الدينية والسياسية باستناده إلى الشرعية الدستورية والشعبية المنبثقة من صناديق الاقتراع يعني عندما تتركز هذه الأنظمة الديمقراطية في إيران والعراق مثلا سوف تتجاوز المرجعية وفي إيران حتى بالحقيقة هي تجاوزت المرجعية الدينية أو الشرعية الدينية بإضفاء يعني القائد هو الحاكم الشرعي المنتخب من الناس ومن المحتمل جدا أن تنكفئ المرجعية الدينية وتقتصر على دور الإفتاء والتشريع في المسائل الحادثة الشخصية فقط ولا سيما بعد نشوء حركة نقدية تراجع يعني هذه الحركة موجودة الآن في الحوزات حتى وفي الأوساط الثقافية الشيعية هذه الحركة تراجع الأسس الفكرية الإمامية التي قام عليها المذهب الشيعي الاثنى عشري والنظر إلى فكر أهل البيت السياسي من زاوية أخرى تقول بأنهم كانوا يؤمنون بالشورى أساسا ولم يكونوا يؤمنون أو يدعون إلى الإمام الإلهية التي اخترعها المتكلمون والغلات من الشيعة وثم فرخت لنا نظرية المرجعية الدينية فإذا لم يكن أهل البيت نفسهم يملكون الشرعية الدينية الإلهية وإنما كانوا يعتمدون على الشرعية الشعبية الشرعية الدستورية عندما ينتخبون يصبحون أئمة وعندما لا ينتخبون لا يوجد أي نص على وجوب طاعتهم أو اتباعهم لأنهم ليسوا من الصبيب من الله تعالى فكيف نعطي القدسية والشرعية الدينية للعلماء الذين يدعون العلم والذين يدعون التقوى والورع والعدالة ويدعون أيضا النيابة العامة عن الإمام اللي هو ما موجود يعني شوفوا هذه المرجعية الدينية تقوم على مجموعة أساطير بالحقيقة وبكلمة مختصرة وأخيرة إن التطور الديمقراطي الشيعي الأخير هذا اللي حاصل الآن على أرض الواقع سوف ينسحب على التاريخ ويعيد قراءة مذهب أهل البيت ويرفض النظرية الإمامية القائمة على شرط الأسمة والنص والسلالة العلوية في الإمام تلك النظرية المثالية الخيالية الوهمية التي أفرزت العقيدة الاثنى عشرية والمرجعية الدينية الشيعية ففي الحقيقة لا يوجد لدينا في الإسلام شيء يسمى مرجعية دينية وشخص واحد يقول أنا مرجع الدين أنا الذي أفسر الدين أنا الذي أحتكر الشرعية هذه كلها إذا لم نقل بدع إنما هي أمور تطورت عبر التاريخ ولا تملك أساسا شرعيا إسلاميا فإذا عدنا إلى الإسلام نجد أنه المسألة مفتوحة لجميع الناس أن يبحثوا أن يجتهدوا أن يقرأوا الإسلام كما يشاءون وليسوا ملزمين باتباع شخص معين باعتباره مرجعا دينيا هذا شيء ما موجود نستشير العلماء ولكننا لا نقلدهم أي عالم أي عالم كان عند علم نقرأ علمه نستفيد من علمه لا أن نقلده تقليدا أعمى لأنه يمتلك شرعية دينية وأنه نائب الإمام وكذا وكذا هذا كله مصحيح وليس له أساس من الشرع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته